اه يا نار اه لست النار بل النار في قلبي اه يا قلبي انت مسان ابا خيزران يا اهلا يا ابا صروعة حللت اهلا ما الذي اتا بك يا ابا صروعة في هذا الوقت المبكر اغلقت دكانك نعم نعم يا ابا خيزران لقد اغلقت الدكان انت تعلم ان العمل في الاصنام هذه الايام لا يجدين فيها كل الدين دين دين ومحمد المسخ اصحابنا فلم يعود يشهر اصنام الله الله دينون لماذا لا يوجد رواتب انت تعلم بهذا الشيء السيد قريش قطع الرواتب لا تذكرني بهذا لغباء سطري انه لا يريد ان يصرف شيئا بس يلهف بس تبله ولا حكمه دعه دعه واشاءنا وسيأتي يوم على سيد قريش يلاقي مصيره وجزاءه اسمعني يا ابا خيزران تفضل لما اتي اليك من اجل هذا الموضوع وما الذي اتى به لقد مرت بخيمتك في الصباح الباكر رأيتك هنا في نفس المكان مشغول البال تفكر ثم اغلقت دكاني ورجعت وانت ما زلت في نفس المكان شاردا تفكر فما الذي يشغل بالك يا ابا خيزران اهن اهن يا ابا سرعه في القلب وما فيه ابا خيزران نعم هل اكلت صنمك الذي صنعته لك من التأمر لا ابدا ما زال في الخيمة جالسا قربه بس سؤالا ما اكله ايضا نفذ نبيذك لا ابدا ماذا ثل جمليان ولله الحم ايضا نبيذك موجود وصنمك موجود دا الذي يشغل بالك يا ابا حخيزران افصح لي افصح لك ا diskرم فسحت لك انك في هذه الحالة و تزبج اقول لك افصح لي و مابدا يعني اخرج لي و ما بداخلك ااااااا ان قلبي يقدروا دم點 يا ابا سرعه ماذا هدد على ابنتي خيزران وما بها هل ستزوجها لا سادفنها وما الذي يضحك ابا خيزران أنت تعلم أننا ندفنهن دائما ولكنها ابنة الوحيدة إذن سأخبرك بشيء وهوّن عليك هذا الشيء الذي أنت فيه وما هو؟ اسمع يا بخي زمان سيأتي زمان من أحفاد أحفاد أحفادنا نعم في ذلك الزمان لن يدفن المرأة جميل جدا مرأة أعني أنها ستختفي هذه العادة السيئة؟ تريث يا أبا خيزرانة لماذا العجلة؟ سيدفنون أباها ثم أخاها ثم زوجها ثم ابنها وكلما دفنوا أحدا كلما فارحوا واستبشروا وانتشوا وزعملوا واحتفلوا ثم يأتي الدور على مالها يسلبونها معناها ثم الدور عليها تموتوا قهرا أو جرحا على هذا الحال سلام الله على قريش نعم نعم ولذلك أحفادناهم أشد جهدا وقساوة منا هل ارتعت الآن يا أبا خيزرانة؟ نعم نعم إذا ما زلنا نحن في خير إذن هيا لنذهب لندفن خيزرانة ندفن خيزرانة وأمها خيزرانة جاهزي شنطاتك يا أبا خيزرانة نعم